بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبنائي ومتابعي الأفاضل في قناتكم قناة التمييز في العنوم الطبيعية للطول المتوسط في هذا الفيديو بإذن الله تعالى قررت أن أقدم لكم مراجعة لدروس الوساط الحي استعدادا لفرض الفصل الأول وامتحان الفصل الأول نبدأ بسم الله وعلى بركة الله تعالى تناولنا خلال المدة الماضية الدروس التالية خصائص الوساط الحي العلاقات القائمة بين العناصر الحية في الوساط الحي خواص العلاقة الغذائية والعلاقات الاجتماعية عند الحيوانات نبدأ بهم المعلومات المتعلقة بدرس خصائص الوساط الحي الوسط الحي هو الحي الزوغرافي الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويتكون من عناصر حية وعناصر لاحية بالنسبة للعناصر الحية تتمثل في الإنسان والحيوانات والنباتات والكائنات الحية المجهرية أو نقول الدقيقة يسمى مجموع العناصر الحية بالوحدة الحياتية ثانيا العناصر اللاحية تتمثل في التربة والعوامل المناخية كالحرارة والرطوبة والإضاءة إضافة إلى الماء وأيضا إنجازات الإنسان يشكل مجموع العناصر اللاحية ما يعرف بالمدى الحيوي الجغرافي تتميز الكائنات الحية أو العناصر الحية عن العناصر اللاحية بقدرتها على أداء الوظائف الحيوية المتمثلة في التغذية والتكاثر والنمو والإطراح أما العناصر اللاحية فغير قادرة على أداء هذه الوظائف الحيوية إذن هذا هو الفرق الموجود بين العناصر الحية والعناصر اللاحية والآن نتعرف على أنواع الأوساط الحية تنقسم الأوساط الحية إلى قسمين أوساط برية وأوساط مائية بالنسبة للأوساط البرية نجد أوساط برية غابية وأوساط برية صحرائية الفرق بين الوسط البري والوسط الغابي يكون من حيث النباتات والحيوانات وأيضا نوعية التربة المتواجدة في كل وصف الوسط الغابي كمثال يتميز بوجود الأشجار الكثيرة والنباتات القصيرة إضافة إلى مختلف الحيوانات أما بالنسبة لنوعية التربة فتكون خسبة بينما في الوسط الصحراوي يتميز هذا الوسط بوجود حيوانات ونباتات مقاومة للحرارة أو متحملة للحرارة والجفاف كمثال الجمال والفنك وأيضا نجد أن نباتات أغلبها تكون نباتات شوكية كمثال النخيل والصبار ونجد أيضا السخور أما نوعية التربة فهي عبارة عن رمال أما بالنسبة للوسط الثاني وهو الوسط المائي الوسط المائي طبعا يتميز بوجود حيوانات بحرية وأيضا يتميز بوجود صخور ورمال ونباتات مائية مثل الطحالب الوسط المائي أيضا ينقسم إلى أوساط مائية عذبة وأوساط مائية مالحة الأوساط المائية العذبة كالشلالات والأنهار الأوساط المائية المالحة كالبحار والمحيطات والآن نأتي إلى تعريف الوسط الحي إذن الآن نأتي إلى تعريف الوسط الحي إذن هو الحي زور جغرافي الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويتكون من عناصر حية وعناصر لاحية إذن يمكننا أن نقول الآن بأن الوسط الحي عبارة عن وحدة حياتية مرتبطة بمدى حيوي جغرافي إذن هذا مخطط تلخيصي قد يعطى لكم هذا المخطط ويطلب منكم كتابات مختلف مكونات الوسط الحي إذن الوسط الحي يتكون من عناصر حية تدعى بي الوحدة حياتية وعناصر لاحية يدعى مجموعها بالمدى الحيوي الجغرافي إذن احفظوا هذا الملخص سيساعدكم في مراجعة العلوم الطبيعية والآن نمر للدرس الثاني وللتعرف على أهم العلاقات القائمة بين العناصر الحية في الوسط الحي تعرفنا بهذا الدرس على أهم العلاقات والعلاقات الممكنة التي تربط بين العناصر الحية في الوسط الحي إذن من بين هذه العلاقات العلاقة الغذائية هذه العلاقة فيها يتغذى كائن حي على كائن حي آخر مثل الخروف والعشب العلاقة الثانية هي العلاقة التكاثرية وهي علاقة داخلية بين ذكر وأنثى من خلالها يتم الحفاظ على أفراد النوع الواحد علاقة أخرى هي العلاقة الدفاعية فيها يقوم القوي بحماية الضعيف قد تكون بين فرد وفرد وقد تكون بين جماعة وأيضا جماعة لنأخذ كمثال ثيران البيسك إذن تضع صغارها في حلقة مغلقة أو دائرة مغلقة بهدف حمايتها من الأخطار الخارجية كالذئاب كمثال العلاقة التنفسية فيها يتنافس كائنين حيين على نفس الشيء كمثال صراع ذكور الأصود في موسم التزاوج العلاقة الافتراسية يفترس فيها كائن حي آخر كمثال علاقة السقر بالأرنب علاقة أخرى هي العلاقة التعايشية في هذه العلاقة هناك تبادل المنفع بين كائنين حيين كمثال علاقة الطحلب بالفطر علاقة أخرى هي العلاقة التطفلية العلاقة التطفلية هي علاقة استغلال كائن حي لكائن حي آخر كمثال نبات الفول ونبات الجعفيل نبات الجعفيل يتطفل على نبات الفول أيضا مثال آخر علاقة طائر الوقواق ببقية الطيور أيضا من بين العلاقات المهمة العلاقة الاجتماعية العلاقة الاجتماعية مجموعة من الكائنة الحية تعيش في بيت واحد ويتقاسمون المهام مثل مجتمع النحل ومجتمع النمل إذن هذه العلاقات التي تربط بين الكائنة الحية قد تكون بين أفراد النوع الواحد ونقول ضمن نوعية مثل العلاقة التكاثرية وقد تكون هذه العلاقة بين نوعية إذن تكون بين أفراد نوع ونوع آخر مثال على ذلك العلاقة الغذائية والعلاقة الافتلاسية هذه أهم العلاقات التي تربط بين العناصر الحية في وسطها وتعتبر العلاقة الغذائية أهم هذه العلاقات ولذلك سنتعرف الآن على خواص العلاقة الغذائية تعرفنا في درس الخواص العلاقة الغذائية على السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية ومستويات أو العناصر المكونة للسلسلة الغذائية نبدأ بتعريف السلسلة الغذائية إذن هي مجموعة من العلاقات الغذائية التي تنشأ بين أفراد الوسط الواحد بحيث يتغذى فيها الواحد على الآخر نرسم السلسلة نبدأها بالأضعف حلقة ثم نرسم سهم السهم يعني يؤكل من ضرف إلى غاية أن نصل إلى آخر مستهلك في السلسلة الغذائية إذن بالنسبة لعناصر السلسلة الغذائية تتكون السلسلة الغذائية من ثلاث عناصر العنصر الأول هو الكائنات المنتجة والعنصر الثالث هي الكائنات المستهلكة والعنصر الثالث هي الكائنات الحية المحللة نبدأ بالكائنات الحية المنتجة تتمثل في النباتات الخضراء وهي دائما تمثل أو دائما هي الحلقة الأولى في السلسلة الغذائية وذلك لأنها الكائن الحي الوحيد القادر على إنتاج أو على صنع غذائه بنفسه من خلال عملية التركيب الضوء أما بالنسبة للكائنات المستهركة الكائنات المستهركة هي كائنات تعتمد في غذائها على غيرها من الكائنات الحية لذلك نقول بأنها كائنات حية غير ذاتية التغذية إذن نجد آكلات العشب هي الحلقة الثانية بعد النبات الأخضر ثم نجد آكلات اللحوب إذن فالمستهلك الأول بدوره يؤكل من طرف مستهلك ثاني وهو آكل اللحم والمستهلك الثاني يؤكل بدوره من طرف مستهلك ثالث وهكذا آخر عنصر في السلسلة الغذائية هي الكائنات الحية المحللة هذه الكائنات الحية المحللة تتمثل في العضويات الدقيقة أو الكائنات الحية المجهرية إضافة إلى ديدان الأرض إلى غذالك تلعب هذه الكائنات الحية دورا مهما في السلسلة الغذائية حيث أنها هي المسؤولة عن تحليل البقايا العضوية الجثاث والفضلات إلى غير ذلك وبقايا الأوراق النباتية فتحولها إلى عناصر معدنية يستفيد منها النبات الأخضر ممر الأهل لأنواع السلسلة الغذائية هناك نوعان سلسلة الغذائية برية وسلسلة الغذائية مائية كمثال عن سلسلة الغذائية البرية هذا المثال ربما أغلب التلاميذ رصوف القسم شجرة أوراق البلوت أكل من طرف اليسروع واليسروع يأكل من طرف طائر القرقف الأزرق وليس القرقب إذن القرقف بالفاء الأزرق وطائر القرقف الأزرق يأكل من طرف السقاوة وهو من الطير الجارحة الاكتب إذن المستويات من الأسفل شجرة البلوت منتج أولي أو نكتب كلمات منتج اليسروع مستهلك أول القرقف الأزرق مستهلك ثاني وأصقام المستهلك الثالث السلسلة الغذائية المائية كمثال عوالق نباتية إذن منتج تؤكل من طرف العوالق الحيوانية مستهلك أول تؤكل من طرف السردين مستهلك ثاني والسردين يؤكل من طرف الشبط مستهلك ثاني إذن هذه السلاسل قد تتداخل وتتقاطع في الوسط الحي على مستوى حلقة أكثر أو أكثر فنسميها بالشبكة الغذائية الشبكة الغذائية هي مجموعة من السلاسل المتقاطعة على مستوى حلقة أو أكثر إذن تعليف بسيط جدا للشبكة الغذائية وتعرفنا أيضا في هذا الدرس على الكتلة الحية وماذا يحدث لها وكيف يتم تمثيلها إذن بالنسبة للكتلة الحية هي كمية المادة العضوية المنتجة من طرف الكائنات الحية في مختلف المستويات الغذائية طبعا في وسط معين وخلال وحدة زمنية معينة ماذا يحدث للكتلة الحية؟ إذن قلنا بأن الكتلة الحية كلما انتقلت من مستوى غذائي إلى مستوى غذائي آخر يحدث لها تناقص تدريجي وضياع في الكتلة الحية يتمثل هذا الضياع أو يكون هذا الضياع في شكل فضلات وأيضا نواتج التنفس الحرارة وغاز ثاني أكسيد الكاربون وقمنا بتمثيل تناقص الكتلة الحية وحساب الكتلة الحية قلنا دائما نقسم على عشرة بالمئة إذن كمثال أعطيت لنا كتلة ألف كيلوغرام عندما تنتقل للمستوى الذي يليه ستصبح مئة وعندما تنتقل للمستوى الموالي ستصبح عشرة وعندما تنتقل إلى المستوى الموالي ستصبح واحد وهكذا إذن دائما نقسم على عشرة ثم نقوم بتبثيل الكتلة الحية بهرام هذا الهرام يسمى بهرام الأوزان طبعا يرسم في شكل مستطيلات فوق بعضها البعض وليست بهذا الشكل هذا الهرام فقط هو هرام توضيحي تشاهدون من خلاله أو من خلاله كيف تتناقص الكتلة الحية بعد ذلك تعرفنا على مجتمع النحل قلنا بأن بعض الحشرات تميل إلى العيش في جماعات مع تقسيم وتوزيع المهام وأخذنا مثال مجتمع النحل المستويات التنظيمية في مجتمع النحل يتكون مجتمع النحل من الملكة العاملات والذكر الملكة هي الأنثة الوحيدة البيوضة تعيش حوالي من ثلاثة إلى خمس سنوات مهمتها الوحيدة وضع البيض تضع حوالي من 1500 إلى 2500 يوميا في موسم التقاطف أما الظكور فعددهم قليل بالمئات مهمتهم الوحيدة هي تلقيح الملكة آخر كائن فرد معنا في مجتمع النحل هو العاملات العاملات لها أدوار كثيرة يمكن أن نقول بأنها هي المسؤولة عن كافة أعمال الخلية إذن من تغذية اليرقات وإصلاح النخاريب وصنع الشمع وجمع الرحيق وصنع العسل وحراسة الخلية إلى غير ذلك إذن كل المهام توكل إلى العاملات لذلك هي تعيش مدة قليلة قد تصل فقط إلى 6 أسابيع أما عن تواصل مجتمع النحل فيتواصل بطريقتين الطريقة الأولى هي عن طريق الإشارات الحركية يعني عن طريق الرقص ليدل بعضه البعض على مكان الغذاء أو للإنذار بخطر الطريقة الثانية هي الإشارات الكيميائية وذلك بإفلاز مواد كيميائية تستعملها الملكة لمنع العاملات من تربية ملكة جدود وأيضا تستعملها العاملات للتعارف في باب عيدة إذن كان هذا ملخص بسيط لما درسناه في هذه الأسابيع القليلة استعدادا للفرض الأول أروا من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم أبناء التلميذ من هذا الشرح لمزيد من الاستفسارات سأتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى دمتم أبناء طيبين وإلى لقاء آخر في فيديو آخر